رسالة بولوس الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح الأول من بولوس رسول المسيح يسوع بأمر الله مخلصنا والمسيح يسوع رجائنا إلى تيموثاوس ابن الحقيقي في الإيمان عليك النعمة والرحمة والسلام من الله الآب ومن المسيح يسوع ربنا طلبت منك وأنا ذاهب إلى مكدونية أن تبقى في أفاسوس لتوصي بعض الناس أن لا يعلم تعاليمة خالف تعاليمنا ولا يصغو إلى الخرافات وذكر الأنساب التي لا نهاية لها فهذا يثير المجادلات ولا يخدم تدبير الله المبنية على الإيمان وما غاية هذه الوصية إلا المحبة الصادرة عن قلب طاهر وضمير صالح وإيمان صادق وهذه فضائل زاغ بعضهم عنها وانحرفوا إلى الكلام الباطل مدعين أنهم من معلمي الشريعة وهم لا يفهمون ما يقولون وما يؤكدون ونحن نعلم أن الشريعة صالحة إذا اقتصر العمل بها على أنها شريعة لأننا نعرف أن الشريعة ما هي للأبرار بل للعصات والمتمردين للفجار والخاطئين للمدنسين والمستبيحين لقاتلي آبائهم وأمهاتهم لسفك الدماء للزنات والمبتلين بالشذوذ الجنسي لتجار الرقيق والكذابين والذين يحلفون باطلا ولكل من يخالف التعليم الصحيح الذي يوافق البشارة التي اؤتمنت عليها بشارة الله المبارك له المجد أحمد المسيح يسوع ربنا الذي قواني واعتبرني أمينا فدعاني إلى خدمته أنا الذي جدف عليه واضطهده وشتمه فيما مضى ولكن الله رحمني لأني كنت غير مؤمن لا أعرف ما أفعل ففاضت علي نعمة ربنا وما فيها من إيمان ومحبة في المسيح يسوع هذا القول صادق ويستحق القبول التام وهو أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخاطئين وأنا أولهم ولكني منلت الرحمة إلا ليظهر المسيح يسوع طول صبره فيي أولا ويجعل مني مثلا للذين يؤمنون به لينال الحياة الأبدية لملك الدهور الإله الواحد الخالد غير المنظور كل إكرام ومجد إلى أبد الآبدين آمين أستودعك يتيم ثاوس ابني هذه الوصية وفقا للنبوات التي قيلت فيك من قبل فتستلهمها لتجاهد خير جهاد بالإيمان والضمير السليم الذي رفضه بعضهم فانكسرت سفينة إيمانهم من بين هؤلاء همينايوس والإسكندر الذين أسلمتهما إلى الشيطان ليتعلما أن لا يجدفاه اشتركوا في القناة